قسم بنوك الطاقة في مكتب الجرير من الأقسام اللي يحير الناس كثير لأن الناس تحتار بين المجموعة الكبيرة الموجودة وكيف تقدر هي تختار بنك الطاقة المناسب اليوم نحن نساعدكم في هذه الأشياء السلام عليكم نبدأ بالمعلومات حبة حبة بخصوص بنوك الطاقة أولاً الحجم الحجم مهم جداً لكثير من الناس لأن كنت في النهاية لما تشتري بنك طاقة أو باربانك أو بطارية متنقلة بتحطها في مكان مثلاً ممكن البنت تحطها في شنطتها أنت ممكن تحطها في شنطة الظهر يعني أكيد تحطها في مكان عشان شيلها معاك فالحجم مهم جداً راح تلاقي حينينا بنوك الطاقة يكون الكرتون نفسه ينفتح بحيث أنت تشوف حجمه بالضبط كيف شكله وسمكه عشان تعرف هل هو يناسبك ولا لا طبعاً مهم جداً لما نشتري باوربانك أننا نعرف كم منفذ فيه المنافذ مهمة في ناس تبقى تشحن أكثر من جهاز في نفس الوقت كمثال هذا الباوربانك فيه منفذين عندنا نوع ثاني مثلاً زي هذا في أربع منافذ USB نقطة ثانية مهمة هي سعة البطارية وداماً نلقاه في مكان واضح على العلبة فإننا هنا موجودة عندنا فوق يمين مكتب 26800 ميلي أمبير هذه من أعلى السعات التي ممكن تشوفها طبعاً ورح تشحن لك جوالاتك لعدة مرات وليس جهاز واحد أكثر من جهاز لكن يجب أن ننتبه كلما زادت السعة كلما يزيد الثقل وكلما يزيد الحجم فتأكد أن تأخذ شيء ممتاز بالنسبة لك يعني اللي تحتاجه بالضبط من المهم جداً أنك تعرف نوع الجهاز اللي عندك وكيف تشحنها بعض الأجهزة يستخدم USB-C بعض يستخدم USB عادي فتأكد من نوع المنافذ والتوافق اللي موجود مع البطارية أيضاً بعض المعلومات المهمة بتلقاها مباشرة في العلبة زي هنا مكتوب عندنا Qualcomm Quick Charge 3 إذا كان جوالك يدعم خاصية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 3 خذلك بطارية مثل هذه لأنك بتفرق معاك جداً بسرعة الشحن طبعاً كالعادة الأفضل أنك تجي للمعرض نفسه وتتفرج على المجموعة والحلو هنا داخل جرير أنه راح نلاحظ أن البطاريات مقسمة حسب سعتها نلقى هنا أكثر من 20 ألف هنا من 10 ألف إلى 20 وهكذا فتلقى السعة اللي أنت تبحث عنها بسهولة مقسمة حسب ما تشوف وشوف أنت أي شيء مناسب لجهزتك وإحتياجاتك يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة